بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أدى شمائة واثنان وتسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبرك فيكم في باب موانع الشهادة قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله شرع المؤلف رحمه الله في بيان أنصباء الشهود وعدد الشهود لأن عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به وأعلى نصاب للشهود هو الشهادة على الزنا فلا يقبل في الزنا إلا أربعة شهود عدول قوله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وقال تعالى في حادث الإفك لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون وذلك لأن الزنا جريمة خطيرة ولأن الرمي بالزنا والقالف بالزنا يترتب عليه أثر سيء في المقذوف فلذلك شرط الله جل وعلا لإثباته أربعة شهود وهذا من باب الستر على المسلمين ومن باب رجع القذفة والمروجين للشائعات الخبيثة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون فالواجب على المسلم أن يمسك لسانه وأن لا يتكلم إلا بخير أو بإنكار منكر أو أمر بمعروف أو إنكار منكر والزنا فيه إثم عظيم وفيه آثار سيئة والتكلم به يكون خطيرا جدا فلذلك وضع الله له عقوبة رادعة إذا ثبت ووضع عقوبة رادعة لمن تكلم به من غير تثبت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة هذه عقوبة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا هذه عقوبة ثانية وأولئك هم الفاسقون هذه عقوبة ثالثة أنه حكم عليهم بالفسق وهذا مما يدل على خطورة هذه الجريمة والتحدث عنها وإشاعتها في مجتمع المسلمين نعم حسنا عليكم الشيخ في قضية الزنا هنا قد يحدث أحيانا أن نريد كلمة لطيفة جدا جدا إلى الأخوة في الهيئات الأخوة في الهيئات نحن نعرف كم يساء لهم عبر مجالات الإعلام والصحف لكن مثلكم زاكر الله خير محل الوالد لهم أحيانا يقعون على مثل هذه المواقف الهيئات من صلاحياتهم أنهم يراقبون الأسواق ويراقبون المارة وأصحاب السيارات هذا من صلاحياتهم ولا يحجر عليهم أنهم يتابعون هذه الأمور بل حقنا يشكروا على ذلك لأن هذا من مصلحة المجتمع نفسه هذا من مصلحة المجتمع ومن تفادي وقوع المعاصي والمحرمات فهو حماية للمجتمع فلا يلامون إذا هم قاموا بمراقبة الناس ومراقبة المارة ومراقبة الأسواق لأن لا يحدث ما لا تحمد عقباه وهذا واجب عليهم وهم مكلفون به فلا يلومهم إلا منافق أو من يريد الشر للمسلمين بل يجب التعاون معهم يجب على المسلمين أن يتعاونوا معهم وأن يساعدوهم على إنكار المنكر أما إقاع العقوبات وإقاع التعزيرات فهذا له مراجع خاصة إنما أعضاء الهيئة يحضرون هذه الأمور ويقومون بمراقبة الناس ومن رأوا عليه تهمة أو رأوا عليه قرائن فإنه يقدم للجهة المختصة لأجل تطبيق العقوبة عليه إما بالتعزير وإما بإقامة الحد نعم أحسن الله إليكم شيخنا قال رحمه الله ويكفي على من أتى بهيمة رجلان إتيان البهيمة هذا معصية فعل للفاحشة واستمتاع بغير ما أحل الله قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فلم يبح الله جل وعلا الاستمتاع بالوطء إلا في الزوجة التي حلها له عقد النكاح الصحيح أو بملك اليمين وهي الأمهة التي يملكها فإن الملك أقوى من عقد النكاح فالسيد له أن يسر بمملكته وبغير هذين السبيلين فإن الاستمتاع حرام قوله تعالى فمن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي من وضع شهوته في غير الزوجة وفي غير ملك اليمين فإنه معتد لحدود الله عز وجل ومستمتع بما حرم الله ومن ذلك جريمة اللواط والعياذ بالله وجريمة وطء المرأة في دبرها وجريمة إتيان البهيمة جريمة إتيان البهيمة إن هذه معصية لكن لا يترتب عليها حد الزنى ولا يشترط لثبوتها أربعة شهود وإنما يكفي شاهدان ويطبق على من يأتي البهيمة يطبق عليه التعزيل الرادع نعم حسن الله إليكم قال ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه لا يقبل فيه رجلان نعم يقبل في بقية الحدود كحد السرقة وحد الشرب شرب المسكر وحد الحرابة يقبل فيه شهادة رجلين إذا كان هذا الشيء مما يطلع عليه الرجال فإنه يقبل فيه شهادة رجلين يقبل شهادة الرجلين في القصاص ويقبل شهادة الرجلين في حد السرقة ويقبل شهادة الرجلين في حد المسكر هذه يقبل فيها رجلان لأن هذا مما يطلع عليه الرجال غالبا فليسوا متهمين في شهادتهم ولا يقصد به المال ليس بمال ولا يقصد به المال أما المال وما يقصد به المال فهذا سيأتي نصابه في الشهادة إن شاء الله نعم قالوا يطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق عقد النكاح يقبل فيه رجلان والطلاق يقبل فيه رجلان إذا شهدان أن فلان انطلق زوجته فإنه يقبل تقبل شهادتهما لأن هذا مما يطلع عليه الرجال غالبا ورجعة وخلع ورجعة كان يشهد رجلان على أن فلانا راجع زوجته في عدتها والله جل وعلا يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة في الرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله نعم وخلع ونسب وخلع إذا شهد رجلان أن فلانا خالع فلانا على مبلغ كذا وكذا من المال فإن الخلع يثبت ويثبت له العواض عواض الخلع لأن هذا مما يطلع عليه الرجال غالبا ونسب وولا ونسب إذا شهد رجلان أن هذا الطفل ولد لفلان فإنه تقبل شهادتهما في ذلك لأن هذا مما يطلع عليه الرجال ويعرفه الرجال في الغالب نعم وولاء وولاء كان يشهد شاهدان أن فلانا معتيق لفلان من أجل أن يثبت له الولاء عليه فإذا شهد شاهداني بالعتق فإنه يثبت ويثبت الولاء للمعتق بذلك نعم وإيصاء إليه لا يقبل فيه وإيصاء إليه إذا أوصى فلان أن ناظر وقفه أو القائم على وصيته أو على أولاده من بعده فلان فإذا شهد شاهداني على ذلك ثبت ثبت الإيصاء نعم حسن الله إليكم قال ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل هذا هو النوع الثالث تقدم لنا النوع الأول وهو الزنا هذا لا يقبل فيه إلا أربعة شهود نعم النوع الثاني بقية الحدود وما ليس بعقوبة ولا مال مما ليس بمال ولا يقصد به المال والثالث المال وما يقصد به نعم قال ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي نعم الذي يقصد به المال المال يعني أو ما يقصد به المال يقبل فيه ثلاث بينات بينها الأولى شهادة رجلين نعم الثاني شهادة رجل وامرأتين الثالث شهادة رجل ويمين المدعي فهذه الأمور يثبت بها المال يثبت بها المال قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم هذا على عقد الدين على عقد الدين استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أي إحدى المرأتين فتذكر إحداهما الأخرى فأمر سبحانه وتعالى بالإشهاد على الدين سواء كان ثمن مبيع أو غيره بإشهاد رجلين أو رجل ومرأتان فالمرأتان في الشهادة على النصف من الرجل كما هو في الميراث كما هو في العقيقة وكما هو في الدية المرأة على النصف من الرجل فشهادة امرأتين تعادلان شهادة رجل واحد نعم أو رجل ويمين مدعي إذا لم يكن هناك شاهد آخر ولا امرأتان وإنما عنده شاهد واحد فإنه تقوى جانبه فترد اليمين عليه فيحلف مع الشاهد ويحكم له على المدعى عليه نعم حسن الله إليكم قال وما لا يطلع عليه الرجال هذا النوع الرابع النوع الرابع ما تقبل فيه النساء دون الرجال وهو ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوب والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة عدل نعم هذه الأمور لا يطلع عليها الرجال غالبا فيكفي فيها شهادة امرأة واحدة وذلك مثل الرضاع فقد أراد رجل أن يتزوج امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة سوداء وقالت إني قد أرضعتكما فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بتركها وقال له كيف وقد قيل قال إن ما هي امرأة والنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقبل منه ويقول كيف وقد قيل دل على قول شهادة المرأة بالرضاع وإن كانت واحدة وإن كانت واحدة وكذلك الولادة وكذلك الولادة تقبل شهادة القابلة على أن فلانة ولدت فلانا وهو ابنها هذا الولادة نعم والاستهلال ونحوه نعم يشترط في يشترط في إرث الحامل أن يستهل صارخا يعني حيا يعني يولد ويستهل بعد الولادة صارخا حتى تعلم حياته فيرث يقبل شهادة المرأة في ذلك فإذا شهدت امرأة أن هذا الطفل أنه استهل بعدما ولد وصرخ بعدما ولد فإنه يثبت له الإرث لأن هذا مما لا يحضره في الغالب إلا النساء تطلع عليه النساء نعم والرجل فيه كالمرأة وإذا شهد فيه رجل فهو كالمرأة تقبل شهادته إذا كانت طلع على هذه الأمور تقبل شهادته مثل الطبيب الذي تعرض عليه المرأة ويثبت العيب الذي فيها أو شهد الولادة لأن بعض الأطب يولدون النساء فتقبل شهادته بالولادة وتقبل شهادته بالاستهلال لأنه اطلع على هذا الشيء وهو من اختصاصه نعم هذا فيه رد فالأصل في هذا النساء الأصل في هذا النساء وإذا اطلع عليه الرجال قبلت شهادته نعم لعل من يشغب على قول الله تعالى رجل ومرأتان أنه لا يفهم هذه الجوانب العظيمة التي اكتفت فيها الشريعة الإسلامية بشهادة المرأة الواحدة وجعلت الرجل فيها مسوي المرأة هو من يشغب على أحكام الله فهو مرتد كافر بالله عز وجل الواجب على المؤمن أن يقبل ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو مقتضى الإيمان نعم أما إذا اعترض على حكم الله أو اعترض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم برأيه أو رأي الكفار فإنه مرتد عن دين الإسلام لأنه لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله تقول الله إن الله سميع عليم قال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ألا من غير اعتراض ومن غير شك ومن غير توقف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا هو الإيمان بالله عز وجل وإلا ما هو معنى الإيمان إذا كان لا يرتاح لخبر الله خبر رسوله ويشك في ذلك ويعترض ما معنى الإيمان إذن هذا ليس بمؤمن نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله ومن أتى برجل ومرأتين أو أتى بشاهد ويمين وكونه تعالى قال فرجل ومرأتان جعل شهادة المرأتين تعادل شهادة الرجل الواحد لأن الرجل أثبت من المرأة في هذه الأمور لأن الرجل أقوى حافظة وأثبت وأكثر اطلاعا من المرأة على عقود البيع وعقود المعاملات والمرأة كثيرة النسيان ولهذا قال أن تظل إحداهما علل هذا فرجل ومرأتان ثم علل هذا فقال أن تظل إحداهما أي إحدى المرأتين فتذكر إحداهما الأخرى تظل يعني تنسى تنسى فتذكرها صاحبتها علشان تذكر هذا الشيء وتشهد به نعم هل يمكن أن يقال أن هذا في التوسيع المرأة بحيث أن شاء الشاهدين الرجلين لو أخطأ أحدهم في فارق في إدلاء الشهادة ردهم القاضي لكن المرأتين لو أخطأت إحداهما وصحبت لها أختها فالقاضي أن يقبل لأن الله تعالى أذن باجتماعهم للتعاون على الإدلاء بحق لا يمنع هذا لكن الآية تعطي أن الله جعل المرأتين في مقابل الرجل لأن المرأة كثيرة النسيان والرجل أحفظ منها وأضبط وأكثر الطلاع على العقود نعم قال رحمه الله ومن أتى برجل ومرأتين أو أتى بشاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت له قود ولا مال نعم يشترط في القصاص شهادة رجلين عدلين فمن أتى برجل واحد لم يقبل منه ولو حلف نعم إنما هذا في الأموال الشهادة ويمين المدعي نعم هذا في الأموال أما الحدود لا لا بد من شاهدين ولا يكفي يمين المدعي مع الشاهد لأن الأصل في الحدود أنها تدرأ بالشبهات والقصاص يدرأ بالشبهات فلا يثبت له حد إلا يثبت له قصاص وبالتالي لا يثبت له مال لأن المال فرع على وجوب القصاص لأن ولي القتيل يخير بين أمرين إما القصاص وإما الديه والديه فرع على القصاص فما دام لم يثبت القصاص فإنه لا تثبت الديه نعم قالوا وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع إن أتى بشاهد برجل ومرأتين على السرقة على السرقة فالسرقة تشتمل على شيئين على حد وعلى مال نعم فتقبل شهادة الرجل والمرأتين على المال فيثبت للمدعي المال على من الدعي عليه وأما الحد فإنه لا يثبت إلا بشاهدين فلا يطبق حد السرقة وإنما يغرم المال لتوفر النصاب فيه نصاب الشهادة فيه نعم وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض أما إذا أتى برجل ومرأتين على خلع هي أنكرت الخلع وهو ادعى عليها أنه خالعها على مال فأتى في شاهد ومرأتين يثبت له يثبت الخلع ويثبت له المال نعم الفرق حسنا إليكم نعم هذا ليس بحد وإنما هو مال جرد مال نعم والخلع معترف هو به معترف أنه خالع زوجته لكنه يبي المال نعم نعم هو يبي المال نعم فيحكم عليه بالخلع بموجب إقراره ويحكم له بالمال بموجب الشهادة نعم 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 وتثبت البينونة بمجرد دعوة هذا هو إذا ادعى عليها الخلع فعندنا أمرا نعم بينونة ومال نعم البينونة تثبت بمجرد دعوة ما حاجة إلى شهادة أما المال فإنه يثبت بشهادة رجل وامرأتين وهذا يدل على أن الخلع بينونة لكنه بينونة صغرى ليس بينونة كبرى فلو طلق على عوض بانت زوجته ولو كانت طلقة واحدة تبين زوجته بينونة صغرى صغرى وكذا إذا خالعها تبين منه بينونة صغرى نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لشيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان جزاه الله خيرا وشكر له ما تكرم به من الشرح والبيان حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته